لقاءنا هلأ راح يكون مع غينوة كاساب يلي هي فاشن كونسولتنت وأكيد إمج كونسولتنت فهن مربوطين ببعضهم أهلا وسهلا فيك غينوة معنا مرسي أهلا فيك بلا قديش وتواحد بياخد نصيحة من شخص بهيدا الدمان عن جد شكله الخارجي والداخلي بيتغير من بعد ما يكون أخذ استشارة ولو عم نحكي عن أشياء خارجية بنلبسها اللي بيسأل أكيد بيحصل على نتيجة بس ما بحياتها الإكسبات هي لوحدة بتجي كما بيقولوا بتشور على الشخص لأنه اللي بيسأل هو بيبقى عارف حاله شو اللي زعجه وشو اللي حابه بيحسن بمظهره الخارجي والمظهر الخارجي وقتها بتكون إطلالتك حلوة ساعتك بحالك بتزيد أكتر بيصير عندك هل أنه لأ أنا أكيد اليوم عندي إطلالة من دون خطأ وبيبقى مرتاحة مع حالة أكتر حلو يمكن من هون اليوم الحديث معك لحيكون عن الأوتفت أو اللباس اللي نحنا لازم نحافظ عليه أو نحطه بخزانتنا للسنوات القادمة فاللي ما عنده هيدا الثقة ببلش شوية شوية يتعود اللي ما عنده هيدا الاطلاع أنه نحنا في قطع بلش يتظهر بالمواسم الجديدة بدنا نبلش نشوفها وفينا نحنا نبلش ندخلها على غزانتنا غير البيزيك بس بنفس الوقت ما بدنا ننسى أنه عندنا تيب بغزانتنا ما رح نوديهم أو ما رح خلص صاروا على الرف ما بقى رح نستعملهم سو القطع اللي اليوم رح نحكي عنهم هني رح يعملوا الميكساند ماتش مع تريند جديدة بس بقطعنا اللي دجا موجودة وبنفس الوقت أنا اسمي لبست الموضة وحفظت على الغراض المعية ها صار عندي فارياتي أكبر اوكي عم نحكي نحن هنا قطع عم نحكي ماش عم نحكي ألوان قصات عم نحكي القصات عم نحكي الألوان اللي تعتبر بيزيك أكتر من هي الألوان اللي بس درجة أكيد في قصة فيني ألبسها درجة إذا أنا عندي الكاباسيتة أو عندي القدرة أن يكون من هالتريند قدر أفوت ألوان بس إذا عايزي البيزيك خليني روح على الألوان الأساسية الأيتمز اللي رح نحكي عنهم اليوم هني القطع اللي رح نبلش نشوفهم على مدار السنة يعني رح يبرموا معنا السنة كلها بتفرقوا معنا بس بالقماشة ورح نحكي فيهم ورح نلبسهم كمانا دميل فانت رواد دميل فانت كاتر أوكي خلي عينا تبلش التعود على المودال لنعرف حالنا نحنا كيف رح تكون غزانتنا المستقبلية وبتعرفي هلأ صار موسم سيل واللي عم ينزلوا يشتروا إذا شافوا هايز القطع ما يترددوا إنه لأ أنا إذا توفقت فيها القصة ظابط علي لأماشة ياللي بتناسب جسمي اشتريها طب قبل ما شوف الصور عابل هيك بس تحدديلي شوية البيسيك شو هنه لألوان لأنه كمانا كنا عم نشوف على يعني الكاربت عم نشوف إنه الانيميل باترنز كمان صارت بيسيك يعني إذا واحد عم يلبس نقشة التايجر أو نقشة الزيبرا عم يعتبروها بيسيك صار لهم فترة عم بيعتبروا الانيميل برينت من القطع البيسيك بس كله موصول بكاركتير الشخص يعني عندك تافي نحن نقسم الأشخاص نشتغل معهم نشتغل على كاركتيرستيك كل شخص قدامنا في ناس بترفض نهائيا تلبس شيء اسمه انيميل برينت في ناس مهووسة وبتحب ومن أساسيات لبسها الانيميل برينت وفي ناس in between الانيميل برينت بالبيسيك موجود بس إذا أنا بطبعي ما حبيته أو برفضه نهائيا ما بدخله على غزانتي ولا شيء أنا كتعطول لقلون سنتير ناعم بالورينا يمكن ما بعرف كولي ناعم براسلي أو شيء هيك هدول اللي بدون أنه أنا عندي قطعة أنيميل برينت يمكن بوكت صغيرة يمكن يعني تاتش بسيطة تخلي نكون أنا انتو الفاشن انتو الفاشن بس بنفس الوقت ما بينقوا يلي ما بيحبوا على الانيميل برينت ما بينقوا الألوان الكتير قوية يعني بيروحوا على الكولور تير باج وغراج والأسود بيبعدوا عنه لأنه بيأسى الأسود وتبتحطيه بالانيميل برينت بيعطيه إفي هيكي إيسي تنديكه الألوان الترابية بتبقى ريئة أكتر والانيميل برينت مش بالضرورة يكون بس مثل الحية ممكن يكون على ستيل الزيبرة أبيض وأسود أو باج وغراج عرف تيسو فيه أكثر نقشات كل واحد هو وكاركتاره أكيد قد نشوف أنا وياك السور ونشرح أكتر على شو هنا القطعية اللي ضروري نخفيها بخزانتنا ونضبها للمواسم وبالسيل شو نشتري ونعمل المكس أنماتش رح نبلش نشوف أول شي البانتالون يلي نازل مع شقة أوكي الشقة من جوة بين الإجرتين أو الشقة من قدام للركبة ولا بس شوي لا تقريبا شي 10 أ 15 سنتيمتر أوكي ومنه ما بقى دارج البانت أصير يعني البانتالون مع الشقة لازم يكون طويل طويل يعني طويل بدأ بالأرض طويل ما يدأ بالأرض يعني يكون فيه أين دوا تقريبا تطلع بكل الشو بتشوفيون يا الشقة من قدام يا الشقة من دي دو كوتة ع طويل ورح نشوفه بالشتي مع الفو لاذر نايس حطيت الصور حتى حطيت أصارات يكون فيه أجسام ملينة تعرفوا أنه حتى الجسم الملين فيها تلبس هيد القصة بتساعدها كتير أنه تبعد النظر عن جسمه وبين البروبورسيونال بها لأنه فيه الكوت الأسود آسم على الأبيض مع الكوفر بدي نبهن عطول على الفو لاذر الفو لاذر ما بيعيش كتير يعني بفتفة إذا بدنا نجرب نحن أنه نهتم فيه أكتر أن يضلوا رطب ما ينحط بمنطقة جيفة وقتها منلبسه نحط شوية كرام على يدينا ونمسح البانتالون تا يضلوا مرتب بس ننتبه أنه الفو لاذر ما بيعيش كتير يعني الفو لاذر الكتير كتير نوعية منيحة لو ماكسموم بيعيش عنا سنتين لثلاثة بيصير فيه ريسك زي ننتبه الفو لاذر ما نعمل انفستيسمان أو يفي ما ندفع كتير عليه ونعتبر أنه هيدا رح نلبسه قطفة قطفة ما بدي كتير أنه أنا أتكلف هنا عمشوف غير كوب كأنه أوسع من الركبة ونزول بس الشقة موجودة الشقة موجودة رح نشوف الشقة بكل قصات البانت بالشتة ومن هلأ قريح حتى بصيف هي بيانت شوي حتى بالجينز نازل مع شقة كمان آه ولأ إلا علاقة مع صناعة الشوز غنوة في شيء حلو بيان هلأ هني بالوقت بدون يعملوا شوتينج بدون يطلعوا الإطلالة رائعة سوبي فوتوا بأكسسواريت حلوة والشوز تعتبر مع الأكسسوار اللي عليها حلو هلأ ما نعطل الفكرة لأنه في شقة يكون الشوز في ديزاين يبين أوكي مع العلم مثل ما حكيت قبل بشوي إنه دير جين طوال سو حيغطوا الشوز بس هيدا الفتحة رح تبين الموديل طبع الشوز أكتر هون كمان من ضمن القطع يلي رح نشوفها من هلأ ورايح الجينز الواسع الفلير من فوق لتحت أو مش البتاليفان بس تفسر الفرق البتاليفان البانتالون بيجي تقريبا مغطى الشوز كله أنت ولبستي بيبقى مغطى كل الشوز يعني كوفرد لكل الشوز ما بتعود تبين الفلير هو بيجي واسع من فوق لتحت بس بتضل الشوز مبينة يعني البتاليفان بعد أوسع المودي مش البتاليفان الواسع من فوق لتحت الخصر صار ميديوم ميديوم ما بقى هالخصر العالي العالي لأنه الخصر العالي حلو بس مش لكل الأجسام والخصر العالي بيأتل الجسم يعني بيأكل شقفة من الجسم بيصير عندك مدى كتير طويل بأجريك بس الأبر بادي بيصغر واللي عندها بواترين كبيرة ما بيلبق لها وإنه في كتير قصص لهو حلو بس ما منودي رح نتركه بالغزانة وبكرة بنعمل نرجع حلقة منوى عن كل قطعة مرتبة عنا ياها كيف ممكن نستفيد منا بقصص تاني هون وين على الجنب على الجنب على الجنب على الجنب اللي بدي أقوله بالجينز أنه بدنا نجرب شوي ننسى الكتير دايق السلم سلم سلم بدنا نجرب ننسى والستريتش كتير بدنا نجرب ننسى يعني ما بكبه ما بضبه بس إذا أنا عايزة جينز هلأ بدي أنزل اشتري حتى لو سعره كتير حلو وحتى لو لقطة بس إذا ما داله قديم يعني حرام عم بشتري على الفاضي خليني أشتري شيء قدر يفيدني لسمين اللي جاية وأكيد بدي أعرف بغزينتي شو نواقص الألوان يعني ما حس حالي بالجينز عندي البيزيك الجينز أربع خمسة نفس اللون وبس مثلا دارك ما عندي أبيض ما عندي بدي عطول نسى هول أمور شوف شو عنا قبل ما ننزى خاصة بالجينز تيكون عندي شوى أكبر أوكي ألوان البانس رائعين يعني عم نشوف كتير أو شوى عالة بالألوان مع العلم أنه بالموسم الشتوي رايحة الألوان يلي هلأ عم نشوفها بالصيفية يلي هي الفليو بس مع دقري أغمى حلو يعني الأصفر رح تشوفي الفوشية الشتوي رح تشوفي الأخضر الحلو كمان رح تشوفي الأخضر الشتوي مش الأخضر هلأ عم نشوفه نعم المتارد ممكن هيدا الأصف هي اللارج أوكي لو عندي كانت تنورة عملتنا ياهي كانت صانعة المعجزات بالخزين الفكرة اللي عم جرب وصلوني بهذه أنه اللارج بيعطي مدى طول كتير حلو الكروب طوب مثل ما هي اللي بستترجعنا على حلقة جمعة الماضي اللي كتير أخذت سوكسي وكتير عالم بسطة بالقصص اللي عملناها البولكادوت فوق وتحت كتير دارج والميكست باترن كمان مثل ما غنوة خذوا اللي غنوة على مثل ما غنوة لابسة اللي ماني لابستن أنا مع بعض إجو هيك أوفير أول إجو هيك الباترن من تحت جيومتريك ومن فوق ريية بس أكيد الميكس طبع الألوان هو هن اللي لقطينه هنا عم نشوف هيدا الواسع لمين بيلبق أكتر يعني ما لحيكون عنده وراك يمكن وزن لا تقدر تلبس هيك بلا آجا بيغطي حلو لأنه بس بيلقطلك الخصر بالعكس هيدا القصة اللي بتثبت على كل الأجسام نايس الملين ملين والجسيم جسيم نحنا منغش العين بس الجسم موجود مجرد ما لقطته على الخصر منجمله هو بده يلقط الخصر وبعدينها بده يهدل وكمان اللقماشة بتلعب كتير كتير دور أوكي هون ايه عم نشوف شو خصر الجينز لا هون بدنا نحكي عن المش طوبيا اللي هلأ درجي آه أوكي عظيم مع البرالات تحت أوكي هيدا الترند شفناها شوي قبل بس هلأ كتير 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 رح تطلع وتبرز بقوة تباين سو إذا نزلنا على السوق وشفنا مع كم بلا كم مع كم طوف ولا عادي نتجرأ لأنه لازمت لنا صارت بلغ زينة عايزين آه آه هيدا حلوة هيك مع البرالات أحلى من هيدك حسيت هون هيدا البرالات يمكن فيها آه كونتورينغ طبعا حلو آه كونتورينغ وكفيها البراند طبعا بس الفكرة إنه هيدا أحلى شي هاي أكتر شي من عازة وأكتر شي بتنلبس شاميز آه بطون آه بطون مش ضروري تعفن نحنا ما نحترم الأعمار كمان ما فينا نلبسها لكل هون كلهم ديجان فيها تكون برالات أو دي باردر الناس بترتاح يلي بوزي شوي أو يلي أجي شوي أو يلي عندهم مركز اجتماعي معين بترتاح بال دي باردر أو كروب طوب مش كروب طوب مثل البشتية بشتية تحتها بس هي الفكرة أنه يكون عنا قطعة بيغزنتنا من هيدا للترانج شفناها وقتها كان درجة كان زيت النص هني الموضة بلاشت ستينة نقطة شيت وهلأ رجعت بيانات هون مع ديزاين من نوفية بس كمان هيدا خرج أوتينج أكتر البرالات هون كتير قوية خرج صهرة خرج ضهرة بس أكيد مش دايلي تقعد محل البيسك تحت بسية تحت هيك أريح لنظر لك هون كيف ملبوسة ملبوسة مع دي بردر عادة بس هي موجودة وليك شو مهضومة مع تنورة هي دي بردر تحتها ولا فوقة لا تحتها تحتها لا فوقة إذا كانت مولانت وستراتش ممكن تقطع فوقة بس أنا بلايه أنه رح يبين فيها فرق هي لزيزة تكون لفسي تحتها تحتها والماش فوقة حبيت يعني هو نحنا كنا معاودين نقل له ماشة العالم تعرفوا بدرج ماشة المسلين أو بعطولها النموسية النعمة ايه وبتبقى يا ستراتش يا عادي منها وفيها طب منها وفيها بس فيها تاتش الماش مشان هيك نجيب قطعة فيها ماش إذا نزلنا على السوق وبتخدمنا يعني هاي دي قطعة كل المواسط تعرف غنما هو أحلى من ما تكون الكولارشار أو لون البشرة الباج ما حبيته أنا مع التياب اللي يجرب ويغطوا في البشرة هيك حلو بالأبي بس ماش كتير حبيته موسليم كوتور اسمه بيلابسو للشوي أجي مثلا عندها دي بري بضهرة ما بتبين كتير دي كولتي بيحطوه وبيغش النظر كأنه جسمه بس هو ما بيكون جسمه وبيكونوا مغطة هيدا مش أحلى هلأ اللي عم بلش فرجيهوني إنه الديزاينات على الماش كتير حلوة هي الفكرة إنه هالمليلة الناعم حلوة مثلا تخياليها مع بلايزر فوق كمان أكيد وبدنا ننتبه على شغلة إيه هيدا مثلا من القطع اللي حلوين بس ما بتلبس دي ليا بنرجع على نفس القصة إلا إذا حتيت كارديقان حتيت جاكات جينز حتيت بلايزر خليها شوي مفتوحة مش كتير بتعطي الإيفي المطلوبة منها وبنفس الوقت إذا بالنهار عم بحكي أوكي إذا الضو فاضح وقوي طيب البرالات لازم تكون من نفس اللون ولا هاي مسلا يلبس تحتها برالات بيضة برالات حم لا مش حال فلا جراون لا لا خلينا نروح كان عندي قطع وزي أنا وعم لبسها النموسية النعمة خلينا دلنا نروح على قطع دلتاتي في الإليغانس أكيد من القصص كمان اللي حبيت زيدها ورح نشوفها كتير بعرف أنه نحنا منقل لينات سولير حسب فورم الوج بس تعرفي عبالك هيك وحدة فانتازي سو بدنا نروح على الديزاين يلي ريكتانجولار كتير دارج وكتير مهضوم وألوان هلأ حسب هون هون بقل لون أوكي نتبهوا على لون البشرة نتبهوا على لون الشعر بس الفورم هاي دي الأكسترا هاي مش الأساسية نحنا عملنا حلقة وقلنا كل فورم وش كيف يروح على أي عوانية انا أخذت محل الكات آي هاي دي اللي شفنايها هلأ هيدا هو الفانتازي هلأ عمتلا زيحي شوي عفردمين الفانتازي رح تروح على الريكتانجولار والكادر تبعو له ملون عظمه ملون اي مبين على على الفانتازي أوكي في شغلة لأنه شوي شهله بالصور في يحيلة بستة جفتش ومهضومة في شغلة بدنا نحكي عنه هو الجينز اي هيدا أكيد لازم نمر علي الجينز لأنه مرأنا بفترة كتير 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 كان في جينز مخزوء أو مفتوح أو كتير شردد ومنطف اللي هلأ عم نروح عليه ويلي حابب يشتري الجينز وبيحب هيدا الفانتازي اللي فيها مخزا دارج على الركبة هلأ بتقيل غنوة كنا نشوفه قبل بس هلأ دارج على أنعم يعني كانوا على الركبة تشوفة كل فتحة يعني تصل تقريبا لتحت الركبة وفوق الركبة هلأ فريمان خط اللي مقبول وتعفي هو على اللبس بده يرجع يتخزق أكتر إذا نزلت على السوق وعبالة جيب جينز مخزا لترند روح على جينز المخزا على الركبة وبعد أحلى وأحلى والكتير كمانا رح نشوفها ركبة واحدة هلأ الركبة واحدة هي للكتير فاشن وياللكتير إن بالماض بتروح على ركبة واحدة أو بده يكونوا سيمتريك ركبتين قوليلي فيه سؤال أي عمر أي عمر بده يحقلنا نلبس مخزا أو هيدا اللي عم تحكي عنه هلأ كل الأعمار بحقلت تلبس عن جد يعني هذا السؤال كتير بينطرح علي أي عمر فينا نلبس الجينز المخزا بس حسب قديش هو مخزا وبدأ احترم جسمي يعني مثلا إذا أنا حسيت أنه عندي ركبة ما بقى كتير مشدودة بجرد بيكون التخزيق تحت الركبة بشوي مش على المطرح اللي أنا وقاعدة يبين أنه ما بقى كتير صبية نفس الشي إذا عنده جينز من هون كتير مخزا على الفخد ما أنه غلط أبدا يكون كفرد يكون كفرد بالمسلين كتير حلو بيجي من لون اللحام بس بيغطي بطريقة ما بيبين كتير فلاكرا يعني كلما نكبر بالعمر كلما نخفف تخزيق بس أكيد يفيني المستخزيق ما أنه غلط أبدا أوكي وهذا الجينز هيكون واسع يعني عم تقولي خلاص المولان والدي إذا عندي بدي ألبسه فيني ألبسه أنا أعملهم ما بقى يشتروا دي أوكي ما بنش طب اللي عندي زي بدي أحوله لشي تير شو بدنا نعمل بدنا حلقا نفرجيه كيف ممكن نقدر حوله فينا نحوله لتنورة كتير مهضومة فينا نحوله لشارت الشارت عادي بالعادي بيحملوا المص وبيقص وبيصير لأنه دارج الشارت لجينز مش كتير أصير دارج لحديث هون وسلم سلم وشارت إيه لحن نشوفه شي مع بوت سعالي مع بوت سعالي وبدو يكون شوي من تحت نازل منه شوية خطة بس هي فكرة أنك تحول الجينز اللي عندي كيه لا تنورة مهضومة هي اللي ناشحة أكتر شي لأنه تنورت الجينز مما كان بيحبها وبيتقبلها فيه كمانا القصص اللي بدأ نرجع نشوفها بقوة مع العلم أنه مش لكل الأجسام بتطلع حلوة الكل هو هادي بس يلا قوليلي راجعة راجعة يا ويلة شو عندي منهم كل الألوان بس راجعة بلكم راجعة مع القط يلي بتجي من الأندر اجت نبيعتن للي عندي جاية الكات من الأندر عمز للرقبة طب هادي وين بتلبس يعني لابش إذا سقعة فيك تضهري عجاكات اه عجاكات وبتحط المسلين تحت ييشو حلو شفت مش معقول غين واحد لأنه لكان المسلين وفوق الكل يعني بيدلهم بيان المسلين من إيه دايك حتى لو كان المسلين رمجين مثل ما شفنا أو بلتي كولر بيطلع أهضم إذا هي لقطة اللون يعني إذا أنا عندي إياها كل الألوان وهي باج تنفطرد وبقلب هادي بيطلع كأوتفت كتير كتير مهضومة هالقصص بدنا ننتبه لهم ومتا مننزل على السوق لنشتري دا نحط براسي إنه أنا هادي رح استفيد منها هيك وهيك وهيك مش إنه بس جيب هالقطعة وما عود البسها كمان من الأساس يلي عندي إياها بعد ما أنا وقت لنفتح موضوع بعد ما قالوا بعد ما أنا كتير موضوطين بالحديث لنفتح موضوع الجامب سوت أي يعني الجامب سوت كل العالم بتهرب منه وبتقلي في معنى عشر دقايق فيه منغطي موسمين على ويجي بالجامب سوت كتير عالم بتستحليه وبتحبه بيخافه ويلبسه بيهربوا منه بنظرهم إنه هيدا القطعة بتنحفظ هيدا القطعة بتلبك هيدا القطعة هي مظبوط ما بتصبط على كل الأجسام لأنه اللي كتير طويلة بدأت تعرف تنقق جامب سوت اللي عندها مدى تطلقطها واللي كتير قصيرة بيطلع عليها مثل البويش ستايل ما بيلبق لها بس فيه كت تصبط على كل جسم هو من القطعة اللي صعبة تتنقق بس حلوة كتير على البس أنا بلاقيها أحلى شي وهلأ بعد شوية فوقها جاكات بلاقيها عن جد لذيذة اوكي إذا لقماشي بلا أكيد أكيد إذا لقماشي تابعنا قادرة تقطع بهال أوفيرال كاتر سيزون وهي بايزك فيني ألبس فوق منا كنزة آه هالأدي فينا نروح فيني ألبس الكنزة ومن تحت بانت شو عرفون الناس أنا شو لابسي أكيد فيني ألبس الجاكات اللي عم تحكي عنا فيني ألبس بلايزر فيني ألبس جاكات الجينز فيني ألبس الجينز بس بلاك أو وايت يعني أنا نفس هيدا الأوتفيت اللي بست اليوم إذا لابسي علي جاكات بيضة حبين حبين لابسي كأنه ترابيس سو الأوفيرال بينخاف منه بس بتنقيته لا يزبط على الجسم ما حلو يكون كتير شائل بدي أقليك شادة تطلوع شادة تطلوع وبيبين على الجسم ولا حلو يكون عاطي بويش ومرخة كتير بالقطع يلي العالم بتحبها وبتخاف أو ما بتتجر تقسى يعني عندي أشخاص بيقولولي أنا ما بحياتي لابسي أوبرول يا عمي طب ما ليش يا عندها مشكلة كيف عم بتنقية أو اللي عم بتساعدها ما عم تعرف تلابسي مجربتها أنت إنتي مجربة مرة واثنين وثلاثة وثلاثة إنه مش عم بتحبها طب غينوا البانسة اللي قطعوا والطوال والكبار يعني واسعين منقول مثلا الأمتة قصيرة فيها تلبسها فيها تلبسها يعني بتتجر تنزل تقيس كيف بتقيسها لتقول مبالا أنا ولنو يمكن ما عندها طول أو أنا كتير كتير طويلة مبالا بشتر مش بالضرورة تكون إنه لك الفلار بيمشي عالكل بس الفابريك طب غولة هي اللي بتلعب دور يعني إذا بدت كتير تكون هدلي وصوفت على كتير حلو بس إذا القماشة جيمدة جيمدة يعني هيدا القماشة اللي وقفة مع القصة ولبستها بتكلها جسمها وبتبين إنه هي الأساس وما بقى مبين شي من باقي الجسم بس أنا أعطيهم مدى طول أكتر أكيد الفلار جرب تروح تلبس لون بيزك ومعه الشوز نفس اللون ليش بيعطينا هالمدى المدى كله سواء ما تقطش كتير بالألوان يعني البتيت تاي تسحب ألوان تغش العين وتحس إنه هالجسم طول أوكي إذا بدي يكمل مع هول الفلار شو أنسب جاكات مثلا هل حيكونوا معنا هلأ بالشتة شو أنسب شي حط فوق أسيرة طويل ضغطين لتحت لأنه هلأ على طول هالباند ما لح لقي بقى مانتو هالقد طويل لتحت لا أكيد ما رح نلاقي إذا بدي ألبس مانتو طويل ويغطي الفاس بدي أربطه على الخسر حال حتى لو كان واسع وحتى لو بدي ألبس مانتو طويل 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 بدي أتركه مفتوح ليمشي مع مدال البانت يعني هو لك حسب الستايل كيف بيبينه حسب الشخص يلي بيحب القصص الواسعة والطويلة وبالبقلة ويلي بس عطول ركز إذا أنا أحسي أنه فيه كتير قماش على جسمي أنه السنتور هو يلي يفصل جمال الجسم يعطي هال إفة تخصور الجسم لأنه إذا كله فلو بفلو بفلو أنا برادة برادة وماش منضيع منضيع غينوة بآخر كم دقيقة شو بتقولي للناس ضب كريمة خلاص حب الشنطة وننطر لبعد أربع خمس سنين لأن أنت أبانغارد لأنه أنا أثبت تليس ما في قطعة ما فينا نعوزها يعني كل قطعة إلا ما بدي لقيلة منفز تنلبس بس شو اللي بقل لها ضبية وما بقى تبيني اللي مدبوغة يلي كتير مستهلكة يعني بضبه ولا بروح لعندك لا المستهلكة كتير يعني يلي مثلا بتحسي على الموش مدعوكة يلي بتحسي على الرقبة يلي ما يقوموا يجرى بعد عشر سنين سنة نلبس حتى لو يوزد اليوزد بيجي يوزد نضيف يعني بيجي بتحسي منه فيه بيكون اليوزد فيه قصص عن جد فيه ناس تتعلق عاطفيا بقطع بتقلي بحبها تبقى دي صلك مش لابستي بتقلي ما بعرف يمكن لبسته آخر مرة قبل ما اتجوز تبلا شو حضرت يبالغزان ماهنن احنا بنتعلق بتسيبنا بيحملوا معنا كل ذكرياتنا يعني شوفي شوفي ناس تتعلق بالسكات شوفي ناس تبقى حاملة الساك عن جد سنين واسنين واسنين كيف ما برمت حاملة نفس الساك بس بتعرف لانا عوقات كومبليمان صغير بيقلولي كيف تروبت ذكرتك بشو قالولي فبتتعلق كيف بسيكولوجيا كتير بتلعب دور بس انه بس انه بالنهاية كل دهرة إلى شو بقولوا الساك لا الساك ما بيتغير قد ما بتغير بتيابك بيحمل أكتر من غيره ومنشتري تياب أكتر ما بنشتري طيب شو هلا اخذشي اخر سؤال هيك قبل لك الساك كبير ولا ساك صغير السنة بالشطة بالشطة لا الكبير كبير 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 ايه بعدنا بالساكت اللي كانو حيث حالي كمسافرة طيب عمليننا حلقة عن هالساكت انا يعني عم جاري بعد ما فيه بعد الشطة لانو لحقين يعني بس نلحق لانو تارف هلا شوي ببلشوا ينزلوا نزلوا هلا ببلشوا من اول لقود بتبلش الكوليكسيون وتشوفها العين بعد فيه شي لازم نحكي انا وياك بي هيدا السياق بالتريند يلي لازم يشتروها ننتبه على سنتور لانو لازم لنا سنتور جاية مدة السنتور تبين يعني اذا بحاجة انا لسنتور ما اتردد اشتري فرست اللي عندي اخر حالا اوكي بعد وبرجع بعد لون نفس الرمارك اللي حكي تابل مش نفس الرمارك هي تب مهضومة انو انا وانا بدي اشتري سنتور بدي ايسو على الميديوم سايز على خسري ويكون اتأكد انو يكون فيه خمس ترو خمس نقر نقر ايه وبكلوا على نصاني عطول وما جرب ابدا روح انا لحالي اعمل نقر جديد بالسنتور لانو وسع ولا دي بنزعوني ايام بنزع حتى بيخدوش النظر بيخدوش النظر فيه سو بدي قصه من اول البكلي تابعه كلهم اللهم فورميول يا بيجعب يندرزوا يا بيبرغي بيجعب بيتبكلوا بس ابدا 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 ما غير بالنقر طبع كل سنتور حتى يدي اصبك عن نقر بكل الحديث غنوة كثاب اهلا وسهلا فيك شكرا لكل المعلومات اللي بتعطينا ياوخي فراش شو ما كان البدجت مثل ما بتحكيكم غنوة كثاب تنزلوا بتقدروا تلاقوا الايتم وقدي حلو تقولي لنا شو ما كان جسمك فينا نلبس ما في جسم مش حلو بلانش انت بتحليه بطريقة لبسك بس ما في جسم مش حلو بدنا نتابعيكم نستشيريكم على كل صفحات غنوة كثاب على سوشال ميديا بدعيكم از امتش كونسولتنت وفاشون كمان كونسولتنت انكم اتبعوا هلأ لحن نروح فاصل وضغري لعن سيف بيوتك لنك تابعونا اشتركوا في القناة